التقى محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر بعدد من قيادات الحزب الاشتراكي في إطار لقاءاته بمختلف الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة وفي اللقاء ثمن المحافظ بن ياسر وقوف الحزب الاشتراكي وغيره من المكونات السياسية إلى جانب سلطة المحلية ودعم جهودها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عموما وانهيار العملة وغيرها من التحديات الأخرى وسعرض المحافظ ياسر الأوضاع على مستوى العامة وجهود السلطة في تأمين الخدمات وتعزيز الأمن ومتابعة الحكومة في كثير من الجوانب والقضايا وطبيعة المعالجات المتخذة لمواجهة التحديات الماثلة أمامها والسعي لحلحلة مشكلة الكهرباء وترقها لجميع الأبواب لسد هذه الفجوة ووضع الحلول الكفيلة لافتا إلى السلطة المحلية إلى أن السلطة المحلية تواجه تحديا كبيرا في ملف الكهرباء لعدم قدرتها على تحمل نفقات الوقود نيابة عن السلطة المركزية وقيامها بمهام خارج التزاماتها سعيا منها لتلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عنهم هذا وتطرق اللقاء إلى مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم المحافظة وأبنائها وسكانها في إطار حشد الجهود وتوحيد الكلمة لخدمة المحافظة وأمنها والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر